موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أصعد الله ومساكم وإنما كنتم من تلفزيون جيبوتي وحيكم أقرأ لحضراتكم هذه النشرة إليكم هم معنا وينها موسيقى جيبوتي تعزز وتكتب تاريخها الرياضي بفوز بميداليات دهبية في ألعاب القوى بكنشاسا لولا يسعى إلى توسيع دول البريكس لتشمل دول الناشئة أخرى من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم فاز العدال جيبوتي محمد إسماعيل إبراهيم بالميدالية الدهبية في سباق خمسة ألاف متر ضمن الدورة التاسعة إلى الأعاب الفونكوفونية التي تقام حاليا في كنشاسا بجمهورية الكونغوط الديمقراطية ويأتي هذا الفوز بالميدالية الدهبية في سباق خمسة ألاف متر بعد أن حاز العدال جيبوتي محمد إسماعيل إبراهيم بالميدالية الدهبية في سباق ثلاثة ألاف متر والفوز بهذه الميدالية الدهبية هو إنجاز يضاف للإنجازات الأخرى التي تحققت من قبل الشباب اثناء مشاركتهم في الألعاب الفرنكوفونية ويعكس الموهبة والقدرة التي يتمتعون بها الرياضيين الجيبوتيين وحققت جمهورية الجيبوتي في الألعاب الفرنكوفونية التاسعة نجاحا كبيرا حيث فازت بثمانية ميداليات أربعة ميداليات ذهبية ميدالية فضية وثلاثة ميداليات برونزية ويمثل هذا الحدث الرياضي والثقافي طرق للتبادل بين البلدان الناطقة بالفرنسية ويمكن من تقارب الدول التي تشترك في اللغة الفرنسية وأيضا البلدان الأخرى غير الناطقة بالفرنسية هذا وتم منح شرف تنظيم هذه الألعاب سنة 2019 إلى جمهورية الكونغو ديمقراطية وكان من المفترض أن تقام سنة 2021 بعد أربع سنوات من دورة بيتجان لكن لم تم تأجلها بسبب جايحة فيروس كورونا موسيقى موسيقى هذا ويشارك في هذه الألعاب الفرنكوفونية في دورتها التاسعة 88 دولة ناطقة باللغة الفرنسية وتتروح عمار الشباب الذين يشاركون في الألعاب الفرنكوفونية الرياضية والثقافية تتروح عمارهم بين 18 عاما و35 عاما من بينهم جمهورية جيبوتي التي تشارك بشبابها في ألعاب القوى والسباق وأيضا الجيدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 والهدف واحترام نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر تستمير مسؤول نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة